السلام عليكم نواصل حديثنا عن عمليات الفصل بواسطة الكريستاليزاشن ونتكلم الآن عن الفيز إكوليبريوم ذكرنا بأن تعريف عملية الفصل تحدث بواسطة alteration of the conditions of a phase من أجل الحصول على the other phase وذكرنا بأن الحالات الثلاثة التي لدينا لدينا solid the three phases are solid and liquid and gas المثال اللي أمامنا هو عبارة عن الفيز إكوليبريوم للماء فهذا الفيز إكوليبريوم هو علاقة ما بين درجة الحرارة والضغط هذه الأكسس لكن دائما نحن بنسأل طلابنا بأن الفيز إكوليبريوم هو علاقة بماذا؟ نعم الـ the x-axis والy-axis are the temperature and pressure لكن هذه الـ temperature and pressure أيضا تؤثر على حالة الماء فإذا الفيز إكوليبريوم هو علاقة ما بين الـ temperature وحالة المادة سواء كان سائلة صلبة أو غازية خلونا ننظر إلى الشكل اللي أمامنا نحن حددنا موقع كل فيز وهذه الفواصل هذه الخطوط هي عبارة عن boundaries أو الحدود ما بين كل فيز والفيز الآخر يتم الانتقال من وسط إلى الوسط الآخر بواسطة التغيير في أحد أو both of the x and y-axis فمثلا إذا كان لدينا نقطة هنا هي عبارة عن قطعة ice at a specific pressure and a specific temperature إذا حبينا إننا نحول هذا المركب إلى غاز لدينا عدة خيارات نستطيع إننا نزيد في درجة الحرارة برفع درجة الحرارة بهذه الطريقة ثم نصل إلى مثلا هذه النقطة إذا قلنا هنا النقطة A this is point B وتتم في أثناء زيادة الحرارة العبور في هذا المنحنى والذي يمثل الفيوجين كيرف منحنى الإنصهار تتحول بعدها المادة من حالة الصلط إلى حالة السيولة ثم من هنا نستطيع إننا مثلا نخفض البرشير عند ثبات درجة الحرارة فنصل إلى هذه النقطة point C وذلك بعبور منحنى الفابورايزيشن كيرف وهو منحنى التبخير نستطيع أيضا من نفس النقطة A أن نتحصل مباشرة على الغاز أو الستيم فقط بواسطة خفض الضغط والإبقاء على درجة الحرارة ثابتة هذه التغييرات تؤدي إلى الانتقال من فيز إلى الفيز الآخر بواسطة عبور أحد هذه المسارات لدينا السبليميشن كيرف هو عبارة عن منحنى التسامي لدينا الفيوجين كيرف منحنى الانسهار ولدينا الفابورايزيشن كيرف هو عبارة عن منحنى التبخير نستطيع أن ننتجه إما من الصوليد إلى الووتر من الصوليد إلى الغاز أو من أي مسار إلى المسارات الأخرى بواسطة التغيير في درجة الحرارة أو الضغط لهذه المادة دية هذا التغيير عملية الأولتريشن هنا هي التي تؤدي إلى تكوين المواد الصليبة فنستطيع من نقطة محددة أن ننتقل مباشرة إلى المادة الصليبة بواسطة الالتريشن وبالتالي الحصول على البلورة المطلوبة اشتركوا في القناة